هذا وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس ماجس الوزراء أن الارتباط التاريخي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة مثل محورا مهما ارتكزت عليه طبيعة علاقات البلدين التي أضحت نموذجا متميزا للعلاقات العربية تتجدد من خلالها رغبات التطوير وأفاقه المختلفة بثوابت وأسس راسخة تتجلى فيها الانعكاس الحقيقي للتقارب بين المملكتين الشقيقين قيادة وشعبا في ظل ما تلقاه هذه العلاقات من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهما الله جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز أل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بقصر الملك سعود اليوم حيث أعرب سموه عن تقدير البحرين ملكا وحكومة وشعبا للقيادة السعودية على ما تحظى به مملكة البحرين من دعم ومساندة متميزة ولمواقفها الثابتة والمشرفة تجاه مملكة البحرين مشيرا سموه إلى أن التواصل المستمر بين البلدين الشقيقين هو جانب نحرص عليه على تأكيده في إطار العلاقات المتميزة والمتينة لكل ما يعزز التعاون الاستراتيجي للعلاقات البحرينية السعودية وما يسهم به من فرص واعدة وما يرتبط بها من تحديات على مختلف المستويات وأبدى سموه اعتزازه بالدور الذي تطلع به المملكة العربية السعودية في دعم منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقيادة العمل المشترك الذي أسهم في درء المخاطر بجهودها إلى جانب الدول الشقيقة في حفظ أمن واستقرار المنطقة وإسهمها الفاعل في الجهود الدولية المتصلة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه متمنيا سموه للعلاقات بين البلدين اضطراد التقدم والنماء نحو كل ما يسهم في تعزيز عرى التعاون الثنائي والانطلاق إلى آفاق أرحب بما يعود بالنفع على كل البلدين والشعبين الشقيقين هذا وقد حضر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مأدبة الغداء التي أقامها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بقصر الملك سعود تكريما لسموه والوفد المرافق صورة تختصر تاريخا طويلا من العلاقات الأخوية الاستثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية فلا يخفى على أحد ما تشهده العلاقات بين المملكتين الشقيقتين من تطور مستمر على كافة المستويات انطلاقا من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع المملكتين بفضل الرعاية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله والتي عززها الامتداد الذي يربط المملكتين في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تلك المنظومة التي جمعت دول مجلس التعاون الخليجي بمصير مشترك وتعاون مستمر في مختلف المجالات وقد شكلت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين الشقيقين لبنات صلبة في بناء مسيرة تعميق وتوطيل علاقات التعاون المشترك وذلك في ظل ما تتمتع به قيادتا البلدين من رؤى ثاقبة وقراءة واضحة وواقعية للظروف الدولية والإقليمية الراهنة حتى انفردت العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية السعودية بالعديد من المميزات والخصائص المهمة تجعل منها أنموذجا في العلاقات العربية العربية القائمة على صياغة رؤية مشتركة لترسيخ دعائم التعاون القائم بين البلدين منها تطابق رؤى قيادتي البلدين تجاه القضايا العربية والإقليمية وكيفية التفاعل معها مع التمسك الأصيل بالثوابت العربية والإسلامية تجاه كافة القضايا وتعزيز سبل العمل العربي المشترك والسعي الدؤوب لإحلال السلام الشامل والعادل ودعم كافة الجهود التي تضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة حيث ينتهج البلدان سياسة خارجية قوامها العقلانية والحكمة والتمسك بمبدأ الحوار في كافة المحافل الإقليمية والدولية وفي الجانب الاقتصادي تعد المملكة العربية السعودية الشريكة التجارية الأول لمملكة البحرين إذ يشهد التعاون التجاري بين البلدين نموا متزايدا مع مرور السنوات حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المملكتين من 233 مليون دينار تقريبا في عام 2002 إلى 851 مليون دينار تقريبا في عام 2011 أي بنسبة زيادة مقدارها 266% كما زاد مقدار إعادة التصدير غير النفطي من مملكة البحرين إلى المملكة العربية السعودية من 10 ملايين دينار تقريبا في عام 2002 إلى 141 مليون دينار تقريبا في عام 2011 أي بنسبة زيادة مقدارها 1310% فضلا عن وجود العديد من المشاريع الاقتصادية المشتركة التي تربط بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين والتي تعززت بشكل كبير بعد افتتاح جسر الملك فهد حيث سهل ذلك من انتقال الرساميل بين البلدين وأسهم في تعدد المشاريع الاقتصادية المشتركة وعلى ضوء النجاح الذي حققه ولا زال جسر الملك فهد من مكاسب في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين فإن جسر الملك حمد الذي يعد من المشروعات المنتظرة بين البلدين من المتوقع أن يسهم إسهاما إيجابيا في تنمية العلاقات ليس فقط على المستوى التجاري والخدمي وإنما سوف يمتد إلى تنامي التكامل الصناعي والإنتاجي والاستثماري بين الجانبين حيث تتوافر مقاومات التكامل الصناعي الأفقي والرأسي وتزايد قطاعات الصناعات والتكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الصعب اختصار علاقات التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين حيث تشهد تلك العلاقات كل يوم إضافة جديدة يرتفع معها البنيان أكثر وتزداد التطلعات إلى مزيد من الإنجازات والنتائج الإيجابية التي تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين ولسيما أن العلاقات البحرينية السعودية تزداد رسوخا وصلابة وعمقا بفضل حنكة قيادة البلدين وما يجمع شعبا المملكتين من رؤى تجمع وتعزز وتطور وتخدم العلاقات وتدفع بها إلى الأمام